علي مجدي ومحمد ياسر وشركة سي فو فضل سي فو أنا الأول قريتها سي فو بعد أنت لديت أنها سي زي بحر وفو ده اللي هو يفو آه مين فيه كل نفسه يبقى إيلن ماسك يعني مش إيلن ماسك يعني بس إحنا بنحاول أن نقدم ألتنتر في الصناعة الكهربائية بس في المارين في المارين مش معنى البحر ده نقيته البحر ليه عشان المتعة كبو يعني إيلن ماسك ما يعملش سي فو ما يعملش الحاجة اللي أنتو بتعملوها النفس معا يلا وماله ننافس تفضلوا يلا تلت دقائق أوكي سالخير أنا علي مجدي فاوندر أوف سي فو السياحة البحرية دخلت لمصر في 2019 أكتر من مليار دولار واحد من أشهر المركبات المستخدمة في السياحة البحرية هي الجاتسكي السياح في مصر بعد مصارفه المليار دولار خلى أن الإندستري بتاعت الجاتسكي ورث 1.6 بليون دولار أو واحد بستة من عشرة مليار دولار وبتكبر بحوالي 7% كل سنة ومتوقع أن الإندستري دي تكبر بحوالي 25 تكبر بحوالي 2.5 مليار دولار فيه 20-25 لكن للأسف المركبات دي بتسبب تأثير سلبي على الصناعة بتاعت الكورر الريف أو الاندر ويتر إيكونومي اللي هي أساساً أساس عصب السياحة وكمان الصروة السمكية الكورر الريف أو الشعب المرجانية بتدخل أكتر من 36 مليار دولار عالمياً ومتوقع بسبب التلوث اللي بتعمله مركبات اللي بتشتغل بالبنزين إن إحنا نخسر حوالي 90% منها في خلال الثمانين سنة الجاية عشان كده مناطق كتير قررت إنها تمنع المركبات اللي بتشتغل بالبنزين حفاظاً على البيئة عشان كده إحنا بنقدم سيفو أوركا بديل بيشتغل بالطاقة الكهربائية بطريات قبل العادة الشحن بيديك متعة الانترتيم بيكل زي الجات سكيز وبتحافظ في نفس الوقت على البيئة سيفو أوركا بتقدر إنها توصل لسرعات حوالي 21 كم في الساعة حجمها صغير ونسبياً سعرها خفيف وتقدر إنها تشت يوزر أكتر من 25 أكتر من 100 كيلو جرام السيفو أوركا بتجمع بيانات المستخدم عشان تطبق زكاء صنوائي لشان تحسين أداء البطارية المنتج يعتبر سهل التنقل وكمان متوسط التكلفة وبنقدم أمان عالي جداً في المنتج بالنسبة للمنافسة في القطاع الكهربائي الأجهزة اللي موجودة في القطاع الكهربائي احنا متميز عنها بصغر الحجم وكمان قفة الوزن وده بيعلي من كفاءة لكفاءة المنتج لكن البديل اللي موجود من الناحية الثانية في المنتجات زي المكتغل بالبنزين هو الجوتسكي بالرغم من سعر وتكلفته العالية لكن تكلفة تشغيله نسبياً كمان عالية عشان بيحتاج 35 لتر بنزين في المتوسط عشان يشتغل لمدة ساعة احنا بنشتغل من خلال نموذجين عمل النموذج الأولين احنا بنبيع المنتج للأنترتينمند سنترز أو مراكز الترفيه بيع مباشر ومن خلال الإيجار ومشاركة الأرباح مع السنترز وبناخد نموذج مشاركة الأرباح للمرحلة اللي بعدها بان احنا بنقدم المنتج من خلال محطات للشحن وللإيجار يستعد يقدر المستعمل ان هو بالكريدت كارد يستعمله في البحر ويرجعه تاني لمحطة الشحن تاني احنا في خلال الفترة اللي فاتت احنا عملنا للمنتج من خلال عملية الإيجار ومشاركة الأرباح في الصيف اللي فات في خلال شهرين عملنا بيهم من وكمان عائدات منها وحاليا احنا بنجهز المنتج لمرحلة التصنيع الكمي لنطلق المنتج في خلال 2022 شكرا نتفضلوا